السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم دارك رايك يو 8 وتوني صافط البيت يتني خاطرة فكرة الفكرة تتبعها الفكرة الماضي يفهم ماضي شكي اقول علمهم علمو شكي اقول ايه فكرة فكرة طال للمركة وشفت تغريدة على تويتر من يوتوبر كويتي اسمه احمد وانات اسمه جيف رح اضلكم يا ديسكريبشن تابعوه اصطرف ترى انا ما بيني وبيني شي ولا عرفه ولا يعرفني بس انسان صراحة دمه خفيف ويسوي مراجعات تسفيل وتطبيل يلعب اللعبة يعطيك رايك انا عجبني تشذي وما عجبني تشذي وبكل مصداقية وبالنهاية هذا رايه هو الشخصي الشغلة رأي شخصي يوم انسان تكون رأيه شخصي ما هي حقيقة يعني انا احب الكاكاو ما احب الفنيليا هل اذا انا ما حبيت الفنيليا يعني الفنيليا مو زينة لا انا رأي الشخصي ان الكاكاو احسن ان الاندرويد احسن ايفون مو زين رأي الشخصي ما لا شغل ما هي حقيقة ما هي فاكت انا رأي الشخصي فالتغريدة اللي حاط او تحاط صورة من لعبة داث ستراندينجو انها طب ان قلت داث ستراندينج شبيحة كوجيما انه يقول عن اله انا شيء طبعا يوصلونا مرحلة الالوهية انا ما استغرب صراحة فكتب كوجيما يمدح كوجيما في لعبة كوجيما وصج تشوف صورك كوجيما يمدح نفسك بلعبتك شيء شيء غريب فيا واحد بالتعليق وكتب كوجيما تاج راسك يالفخ ستراندينجو يعني شنوان شال العقلية اللي انت فيها شال مرحلة من الدناء اللي انت وصلتها انك تسب الريال عشان رأيي شخصا يعني ليش مشقصها معاه ليش تسب هل قاعدت تنرفزه و قدرت تنرفزه مبروك انت خلال هالشغلة اللي انت سويته اثبت انك انت انسان غير يعني غير ناضج انت سويت شغلة حرام تؤثم عليها دليلي من القرآن يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسان يكونوا خيرا منهم انت انسان مسلم و سبيت انسان مسلم اخوك على اساس واحد لا يدخلك الجنة ولا يدخل الناس عساس لعبة يتافه قلت له يا الفغمة يعني شغلة تعاقب عليها قانونيا و دينيا انت انت ساب انسان يعني شتى فاها اللي احنا وصلنا لها عشان لعبة مسألة ذوقية انت تحب دث ستراندك وتعبد كوجيما وتسوي له نصب تذكاري وتصلي لك اليوم كيفك هذا امر راجع لك يعني ما استغرق لكن قتلي تستم انسان عشان ذوقه و عشان راية انا حد الكوجيما انت ما تحك كوجيما معنات انت ضدي لا انا اذا ما عجبتني الشغلة مو معناتها انا انفيها انا ما تعجبني كشخصي انا اذا حبيت الككاو وكرهت الفنيلية مو معنات ان الفنيلية مو زينة معناتها انا دار كرايك يو ايت ما حب الفنيلية لشباب شخصي ما لا شغل ما هي حقيقة ماء الشمس وتقطعوا من المشرق لا مو حقيقة رأي شخصي سبجكتف يعني يا ناس يا جماعة خلني ارتقي انا ادري ان قع اكلم كميونتي مال جيمينج يعني الارتقاء يعني على مستواكم للامانة للأسف يعني والله هذا واقع اتيت اتكلم عن رايك يسي سبونك وهذا رايي رايي ان شاء الله لو اكلموا الطوفة اقول اللي ابي انت سولك قناة يوتيوب نفس احمد ان انسان اشتغل واشتهد وقع يقول راية وقع يقدم لكم محتوى محترم وتيت تقول لها يا الفغمة ما ادري ليش شاء الله يعني شي غريب هذه الشغلة اللي كانت بالي كنت بطلعها من قلبي بتحلطم معها كنت اعرف انا اغلى بيديوات قاعد تحلطم ما عندي شي وهذا ما عندي قلوا لي رايكم ليش هالانسان هذا الغير ناضج قال هالشغلة شنو رايكم صراحة الله اعلم الله اعلم هذا ما عندي كوعلي لايكون واسبسكرايبون محدثكم دارك راي يو ايت وقبل اختم انا اذا ترى الفيديو الكواليتي اصوره في تليفوني في اله دي او 2k بس لو ارفع الفيديو من التليفون لاليوتيوب لان يوتيوب يمنعك انك تصعد نقاوة عالية لتسوي ابلود من التليفون حدك 480 بيكسل او 480 بيكسل فيصير نقاوة شي مربعات مثللثات فما اللي خلق انا احط الفيديو احساع على الكمبيوتر ورد ارفع ارفع لكم يا من هنا وقال انا كل اقع سوالف ما في شي بس حبيت اوضح النقطة كويلي لايكون واسبسكرايبون ومحدثكم دارك راي Q8 سبسكرايب حق احمد يستاهل السلام عليكم